بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان يا سادة احنا دائما و احنا بنتكلم عن الجليس بنتكلم عن الجليس وعنا ومركزين جدا 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 على ان الجليس لابد ان احنا نحضر من الجليس السوق ونحافظ على الجليس الحسن وفي كل ده احنا عادين مركزين قوي في كل تفاصيل المجتمع وكل تفاصيل حياتنا عشان نركز مع الجليس ويبقى كل حياتنا بترتقي النهاردة عن التكلم على جليس معوق جدا جدا في حياتنا المعاصرة جليس بيخلينا في اوقات كتيرة عندنا مشكلة بس خلينا نقول الاول ان الله سبحانه وتعالى اودع فينا نعمة من اغلى و اكرم النعم و هي نعمة نجاة و نعمة الحياة نعم نعمة نجاة ليه لانها بتنجي الانسان من التوهان و بتنجيه من اختلاط الامور عليه و بتنجيه من ضلالات الافكار لما يكون تفكيره مش سليم لما يمارس المغلطات في التفكير اللي بيسموها العلماء المغلطات المنطقية و النعمة دي كمان نعمة حياة احنا قلنا ان هي نعمة نجاة و كمان نعمة حياة طب ليه نعمة حياة لان هي بتجعل الانسان يرى الحقيقة ايه الحقيقة ان الله خالقه كل شيء فيلي يحصل فيسكن و يبدأ يتنعم بنعم الله و يتأقن انه في كنف الله سبحانه وتعالى في كنف الله المدبر الرحيم فيعيش الحياة و مكتوب عليها الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر انه انسى و مؤمن فلنحيانا هو حياة طيبة حياة طيبة اللي مليئة بالنعم طب يعني اين النعمة دي نعمة التفكير السليم دايما بقول نعمة التفكير السليم في الحياة هي نعمة في النعمة يعني الحياة نعمة بس بواها بقى نعمة تانية اسمها نعمة التفكير السليم النعمة دي اسمها نعمة ايه عارفين لما نسأل الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية فالعافية نعمة بس أنه أرضى عن التكلم على نعمة فيها تفصيلة شوية في نعمة في النعمة اللي ربنا رزقنا فيها وهي دي مجموعة نعمة نعم العافية أنه أرضى عن التكلم عن نعمة عافية المنطق أيوة لأن المنطق عفية للإنسان ولما فيفقد الإنسان النعمة دي بيصاحب جليس سيء هو مين بقى؟ الهشاشة النفسية وهشاشة اللا منطق اللي فيها عدم الاتزان للحياة وزيك الجليس النهاردة اللي احنا نتكلم عنه جليس سوق عايزين نتجنبه إلا وإيه؟ هشاشة اللا منطق إن الإنسان يبقى عاش من الداخل لإن ما فيش منطق ما فيش منطق التنقضات مقبولة الإنسان يعيش وكأن الحياة عبثية عشاشة فيحس بعد كده أنه مش قادر يعمل أي حاجة فيحس بالعجز وحس بالكسل وحس بالديق وحس بالخنقة وحس باللغبطة وحس بأنه هو تاية ما عند الله سبحانه وتعالى حصنا من الهشاشة دي لما خطبنا في القرآن وأمرنا بأن نعمل عقودنا ونتفكر فقال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إيه؟ لأيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وسبحانه وتعالى برضو قال لنا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا وقالوا سبحانه وتعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق يعني إيه دا كل دا كل الكلام دا بيحفزنا تحفيز دائم إلى التفكر إلى النظر إلى أعمال العقل إلى أني التفكر وأعمال العقل دا دا مراد رباني وأمر إلهي يعني حاجة لا يتهون فيها للإنسان ويعتبرها من الطرف دا جزء من أجزاء الحياة فالله سبحانه وتعالى جعل من أهم صفات الأنبياء أنهم أصحاب رجاحة في العقل وكان من عظيم صفات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرجح الناس عقله فبيقول سيدنا وهب بن المنبه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأت في أحد في أحد وسبعين وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقله وأفضلهم برأيها يعني في كل الكتب اللي أرى فيها دي ويقصب بالكتب السابقة كتب الأم السابقة والأديان السابقة فتصف حضرت النبي بأنه هو كان راجح العقل إذن الله سبحانه وتعالى جعل العقل له مكانة عظيمة وكريمة لأنه جعل وسيلة أساسية للمعرفة عشان كده من أهم أسس أن الإنسان يعيش حياة متزنة هنية هو أنه يكون من أصحاب المنطق من أصحاب التفكير السليم لأن التفكير السليم والمنطق هو الذي يجعل الإنسان يرى نعمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحياة على قدم الإحسان على هيئة الإحسان فخلق التفكيرنا وهو مليء بالإحسان وخلق الحياة على هيئة الإحسان عشان الرتين يوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك إحنا بقى جلنا فرقتين أفسدوا على الناس قيمة نعمة العقل عندهم شوية مصائب الفرقة الأولى فريق أول قالوا أن الدين لا عقلاني وعندهم قضية زائفة مشهورة بيقولوا عنها أن فيه تعرض ما بين العقل وما بين النقل ما بين النص يعني ما بين العقل وما بين النص وما بين الرسالات والكلام ده في الحقيقة كلام سخيف أن فيه تعرض ما بين العقل والنقل ما حدش قال أبداً أن العلم عندنا ما بيعتمدش على العقل ولا أن الشريعة ما تعتمدش على العقل ده كلام زائف كلام زائف موروث من حضرات أخرى ومن ثقافات أخرى ما لا يجدعوا بالثقافة ولا حضارة الإنسانية الإسلامية ولا حضارة المباركة دي لذلك حتى أتلاقي أن أوائل الأشياء اللي بتدرس في علم العقيدة حاجة اسمها أقسام حكم العقل عارفين أقسام حكم العقل اللي إيه؟ أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسامي فافهموا نحتلزة الأفهام يعني إيه؟ يعني أول حاجة بندرسها في علم العقيدة عشان نعرف أن احنا ننظر في تعرفنا على الله بالعقل فالإنسان لما يفهم أحكام العقل بيصدق أن الكون ده ليه خالق أخرجه للوجود فيؤمن بالله سبحانه وتعالى خالقا ويؤمن أن يكون مستحيل عقلا أن يكون اتوجد بنفسه لأنه محتاج لموجد يخرجه من العدم إلى الوجود ده الفريق الأولادي فريق اللي قال أن فيه تعارض ما بين النص ما بين العقل والنقل طب هو عمل كده ليه؟ الشخص الفريق ده عمل كده ليه؟ لأنه هو عايز يتعامل مع الدين الإسلامي زي ما حصل في الحضارة كلها أن الدين ما بيحبش العقل بس الوقع اللي هو وقعه بقى أن الدين هنا أن الإسلام بيحب العقل تاني تاني فريق بقى وده فريق برضو بشع تاني فريق عندنا قاله أن المنطق يخرج الناس عن اتباع الشرع اللي هم المتطرفين وإن اللي يحصل ويداقوا الناس بمقولة غريبة عجيبة وإن العقل لابد أنه ينحى وإن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بحاجة ليس لنا أن نتفكر والناس ديولا بيقولوا حتى حتى الكلام المصري الجميل بتاعنا ربنا عرفوه بالعقل يداقوا جدا لكن الله سبحانه وتعالى جعل العقل وسيلة ومش هنهتم بأنهم مديقين من ده وجعل العقل وسيلة لفهم الكتاب والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ده وعزاك لما جي الفريق الأول واتهم الدين أنه مش عقلاني ولما جي أصحاب التدايون نتكمل فريق الثاني والفكر المتطر فهضروا قيمة المنطق بقت الناس تنفر من دين الله ويزداد تشككهم وشاشتهم لأنهم ما بقوش يحسوا بالأمان وما بقوش يحسوا أن عندهم سند رحيم كريم فيجي أصحاب التدايون الكام يقولوا لا تبتسم إلا لتقيه فالناس تحس بالتناقل منين بقى لما بتسمش غل واحد تقي ومنين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا متبسما ولم يسأله رجل أي الإسلام خير فيقول صلى الله عليه وسلم أن تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف فالناس يحسوا أن دي ربنا دين متناقض منين هسلم على من أعرف ومن لا أعرف ومنين أن تبسمي هيكل فئة معينة دون الكل وساعات عهد التدايون كامي دول بيعملوا مغلطة منطقية كده يجعلوا مجرد تفكيرهم في الشيء بيجعلوا حقيقة يعني كلهم يفكروا في حاجة يبقى دي حقيقة في الدين فما عندهمش فرق من بين الممكن والواقع يعني كل شيء يمكن حدوثه يخليه واقع زي إيه مثلا زي إن فيه احتمال إن المرأة لما تخرج تتعرض لتحارج فيتعامل مع الممكن ده على إنه واقع فيرب بناته على هذا الأساس فيخلي المرأة تحب تحب إيه اللي بتحب تخرج يخليها عندنا انتكاس في الفطر يعني المرأة اللي تحب تخرج من بيتها عشان تشتغل عشان تفيد المجتمع عشان تدعم أسرتها عشان أي حاجة يخلي ده عندها انتكاس في الفطر وكل ده فالاستاذ عارض في أسباب إهمال المنطقة لأنه خلى المرأة خلى احتمال إنها يتحرش بها واحتمال إنها تفتن واحتمال إنها تقع في الأخلاق الزميمة ده واقع فيه يبقى المرأة لو خرجت من بيتها بيت فيه مشكلة في ديانتها بس ده ما حصلش ممكن ولا مش ممكن يا سيدي ما وفيه فرق ما بين الممكن والواقع لا هو ما عندهش كده هو عنده كل ممكن واقع زي مثلا ممكن المرأة تفتن الرجال ممكن ممكن احتمال وممكن الرجال يفتنهم مرأة على فكرة برضو يعني يقول لك لا يبقى بدل لا ممكن والمرأة كده فتنة يبقى المرأة بتقوم بدور الشيطان يبقى المرأة شيطان ويصرخ واحد منهم مرة يقول لك ابعد عنها نقوم بلا موقودة هتفرقع في وشك في اي وقت انت بتكلم عن امك بتكلم عن اللي جابتك للدنيا بتكلم على الكريمة اختك بتكلم على الكريمة بنتك اللي هتكون باب اللي هتكون مفتاح لدخولك الجنة ده رسول اللي قال اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقوا ثلاثة من هاتيك البنات هيكونوا هم سبب من دخول الجنة لكن الشخص يفضل يكرس المسألة دي لغاية مال ستات دلوقتي ظنوا ان انستهم وكونها امرأة ده نوع من انواع ماذا نوع من انواع للأسف نوع من انواع الوصمة لدرجة ان كتير من البنات دلوقتي مش عايزين يقربوا من الدين الدين العنصري اللي بيحب الرجالة وبيكره البنات ده عشان كله بس ترك جزء من المنطق انه ممكن المرأة تبقى كده حشان كده انكر المنطق واللي بينكر المنطق ده بيبقى أسدزة في عالم الهوى يعني لو كنت عايز تعرف مين صاحب الهوى شوف الإنسان اللي بعيش بلا منطق على طول بيكون عايش فيه أو حال أفرأيت من اتخذ الهوى ولزيك العلماء بيسموا بيسموا المنطق معيار العلوم ونسأل لي أنا ما بحبش خالص بعض المشاهد اللي سخرت من المنطق ليه طيب ولا حد يجي يقولك طب أنا عايشي ازاي في حياة لا منطقية بالمنطق فيجي الإمام الغزالي رضي الله عنه ويقول لنا أنه لا ثقة في علم من لا يتعلم المنطق أنا بقول بقى ولا سعة في حياة من لم يتعلم المنطق المنطق يوسع الحياة على الناس ففي الحقيقة ده قيمة المنطق بيجعل الإنسان معرر لكثير من الاضطرابات ويخلي فكره فكر مش متزن ويخلي نفسيته نفسية أقرب إلى الهشاشة وإلى الضمار لأن التفكير السليم يجعل الإنسان أقرب للاتزان والاتزان ده مفتاح لزوق حلوة الإيمان بتقول ليه الاتزان يعني المنطق بيخلي الإنسان يدعو حلوة الإيمان طبعا لأن الإنسان كل شوف حدثنا بيقول إن هذا الدين متين ولن يشد أحد هذا الدين إلا غالبة فأوغلوا فيه برفق مين اللي هيخلينا نوغر برفق المنطق العقل ويزاك المنطق بيخلي الإنسان راسخ وبيحصانه من كل أسباب لهشاشة اللي احنا محتاجين نعرف أهم أسباب لهشاشة دي اللي المنطق بيكون سبب اللي تحصننا منها أول حاجة أربع أسباب أربع حاجات المنطق بيصننا منه المنطق بيصننا العقل أنه يدخل في دائرة التشكك فلما الواحد يكون عنده معيار للتفكير السليم فيكون قادر على التمييز بين الأشياء المنطقية التي يقبلها العقل وأشياء التي اللا منطقية التي لا يقبل عقل ولا سح أنها تكون في الحياة فيكون مصان من مغلطات اللا دينيين اللي بيقولوا له إيه الدين يتعارض مع العلم الحديث إزاي العلم يتعارض مع العلم الحديث أو إزاي العلم يتعارض مع العلم الحديث والله سبحانه وتعالى بيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقل إزاي يتعارض يقول له هو كده هو كده الأساس يعني أن الدين ده نصوص قديمة فيضحك عليه أن كل قديم ماله كل قديم ماضوي عفى عليه الزمن أه بس على فكرة والأرض قديمة وعفى عليه الزمن نولع فيها هالكل قديم عفى عليه الزمن طب إذا كان القديم ده مازال حتى الآن متسع وإنت حتى ما جبتش أخره وإنت حتى ما فهمتوش يبقى الشخص اللي ديني ده هو أصلا محتاج أنه يفهم يعني إيه النص النص ده كتب باللغة واللغة فيها أدوات كتيرة للاتساع للدلالة أنت ما فهمتش الدلالة دي مشكلة فيك أن أنت ما فهمتش اللغة فأنت محتاج أن أنت تفهم بشكل صحيح ومش هيساعدك أن أنت تهوشنا بشوية قواعد أنت خدتها من أصول الفقه وأنت ما تفهمها أصلا لما تقولي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أنت مش فهمها خالص هو ما حدش قال أن الدلالة بتقيد بهذه الطريقة لكن أنت بس بتقولي الكلام ده عشان تقولي أن أنت اللي فهم النص وأنت ما فهمتش حاله خالص لأن أنت ممرتش على العلوم اللي أولها المنطق فبيخلق بيحافظ على العقل الإنسان من تشككات اللذينيين ومن دعاوة أصحاب الفكر المتطرف برضو ما دعاوة أصحاب الفكر المتطرف أنه النص له فهم واحد بس أقول لكم حاجة سر كده اللي حاصل وخلينا أتكلم بصراحة اللي حاصل أن أصحاب التفكير الصعيح واللي بيدرسوا في حفريات الاتجاهات الاتجاهات بيجد أن كتير من الأفكار اللي بتتكلم ده وبتتعامل مع ده هي أفكار عايزة تهد الإنسان من الداخل فتهد الإنسان من الداخل فتعمل إيه فتنشط الأفكار اللذينية وتنشط الأفكار المتطرفة اللي بتاعت التودادين من الكمي والاتنين كميين طب هم عايزين يعملوا إيه يخلونا عندنا هشاشة ويخلونا نبتعد عن مركز تماسكنا وهو العقل المستند لأنوار الشرع الشريف فيخلونا يتلاعب بين الناس الغريبة بقى أن الاتنين دولة اتربوا وكانت المحضن الأساسي لتغيير لتخريج الفكر ده هو كل الناس التمعانين في مصالح بلدنا ومصالح الشعب ده ومصالح الناس دي كلها فيبقى من نصلحته من الناس تبقى ما عندهش منطق وعشان كده المنطق بيجي عشان يسلم عقلنا من الهشاشة ويسلمنا من تشككات اللذينيين ومن دعاوة وعباسيات أهل التدين الكام والمتطرفين تاني حاجة بيحصلنا المنطق منها بحصل إنسان المنطق المنطق بيحصل إنسان من إدمان الوجع إدمان الوجع اللي يفضل ينحر في الإنسان ويقلل ثقة بنفسه ويخصن منه للمنطق بيخلي مشاعر الإنسان ما تبقاش ديها سلطان عليه فمسلا تلاقي المنطق يخلي الإنسان ما يقعش في فخ التعميم ما هو التعميم ده اللي بيخلي الإنسان يخاف من بكرة التعميم ده اللي بيخلي الإنسان يفقد الثقة في الناس التعميم ده اللي بيخلي الإنسان يحس إنه عايش في غابة التعميم ده اللي بيخلي الإنسان ما يقدرش يتواصل مع الناس فما يعممش اللي حصل في ماضيه على مستقبله ولو تعرض للأذى ما يعممش ده ويقول إنه محدش في الدنيا بقى فيه خير فدايما المنطق يرجع الإنسان الى اتزانه ويساعده في التعافي من اوجاع المنطق كمان بيحصن ده تلت حاجة المنطق كمان بيحصن الانسان ويجعله مش اسير للانطباعات يعني اللي هما بيسموها الاستيروتيب ما خلوش اسير لها ويخليه بطل يحكم على الاشياء بالانطباع فلان ده شكله خبيث وهو ما يعرفوش حصلا طب هو حكم يعني الحكم ده جاي منين وانت حكمت على الشخص ده على اي اساس يقولك الانطباع الاول يدوم بحدش قال الانطباع الانطباع الاول يدوم عند من عند غير منصفين الانطباع الاول يدوم عند غير منطقيين الانطباع الاول يدوم عند غير الباحثين او صعي ممكن الانطباع يتغير طبعا الانطباع ممكن يتغير لما يتعرف الانسان على الشخص اكتر فما ينفعش نحكم على الاشياء بالانطباعات وخلوا قبالكم ده من اهم من أهم الأشياء اللي بتخلي الناس تجلب لنفسها الضر والشر من غير ما تدري لكن المنطق يجي بقى وخلصنا من أسر الانطباعات فيعلم إنساننا ويبحث ويكتشف وما يبنيش حياته على الانطباعات وما يطلقش الأحكام من غير دريد صادق وصحيح فيخلينا ما نحطش الناس في قوالب زي قالب مثلا كل غني متكبر أو كل غني فاسد أو كل فقير ده متواضع أو كل فقير ده بتعربنا أو كل فقير ده بيستطيع إنه يكون إنسان مجاهد ويستطيع إنه يكون إنسان صبور في الحياة فالتعميم اللي بيخلينا نحط قوالب ووصمات ده اسم بنرتكبه وإحنا مش منتبهين يعني بعض الناس يجي يوسموا الفقراء ويجي مثلا يقولك أي واحد فقير ده ممكن يكون جاهز للجريمة إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده ما فيه ناس اسمه ده فيه 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 فئة من الناس اسمهم العصاميين وفئة من الناس اللي بيقولوا ولاد الناس اللي هم متربيين إيه هتود بدولة فين وعشان كده اللي بيحصل ده والطريقة بتاع التعميم دي اللي المنطق بيحمل عقل منها وبيحمل إنسان منها بتخليه إيه اللي حاصل يبتعد عن الكهرهية لكن التعميم ده وطريقة الانتباعات دي بتخلي الإنسان مجاهز بالكهرهية وإيه اللي حاصل وتشيع في قلوب الناس وتخلي المجتمع هش بدرجة كبيرة جدا رابع حاجة وآخر حاجة المنطق بيصون بيها الإنسان إنسان المنطق بيتحول إلى وسيلة للوقاية والتعافي من بعض الترابات زي الألأ والوسواس ليه بقى؟ لأن قواعد التفكير السليم بتعمل إيه؟ بتخلي الإنسان يتقن إنه يتخلص من التفكير المفرط لأنها تجعله يجيب على بكل فكرة دليل يتأكد من صدقها فمثلا لو إنه هو عنده مثلا فكرة النجاسة السحرية هيجيب إزاي دليل لها؟ إيه اللي حاصل؟ فنقل النجاسة من مكان لمكان فلا يخلي الفكرة ديها وقتها يخلي الفكرة ما تتحولش إلى ماذا؟ إلى السلطان عليه لأن الفكرة دي تلما عرضها على المنطق لقاها غير منطقية إيه اللي حاصل؟ فيقل الوسواس مع الوقت فالمواسوس ما يقدرش يقدم أدلة على صدق دعوة ولكن يقدم دعوة لصدق دعوة يعني يدعي إدعاء جديد على صدق الدعوة دي وتبقى الأفكار عنده بمجرد ما بيقولها بتبقى حقيقة عشان كده كتير بننصح لما حد يجينا من أحبابنا وهو موسوس إنه يتعلم المنطق فالمنطق يا سنة عافية للإنسان عافية لباطنه وقوة ومدد وركن من أركان الحياة الحقيقية والمنطق قصدين به التفكير السليم والمنطق قصدين به إن الإنسان لا يعمل إلا عن معرفة ولا يتخذ المواقف إلا عن معرفة هو دوات الشخص الإنسان اللي فاهم يعني إيه منطق عن فكرة علم الإدارة منطق علم النحو منطق علم أسول الفقه ضرع أساسي فيه المنطق إيه ده يعني كل حاجة فيها نموذج وفيها نظام وفيها مساعدة للإنسان على إنه يخطط حياته بشكل سليم وكل حاجة بتساعد الإنسان على إنه يخرج من الضيق إلى الساعة وكل حاجة بتساعد الإنسان على إنه يكون أكثر استنارة فهي منطقية وعشان كده تعالوا نشوف هنعمل إيه تعالوا أول حاجة ناخد شوية الإجراءات دي أو الإجراء علموا أولادكم المنطق لأنه بيقربهم بشكل واضح كبير إلى ما يسمى بالصمود النفسي أو الصلابة النفسية وهو باب كبير جدا جدا للمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية رب أولادكم على شكر نعمة العقل ودعو الله سبحانه وتعالى اللهم إنك رزقت لنا العقول لكي ننظر إليك ولكي نتيقن من حبك لنا يا رب العالمين اللهم ارزق عقولنا نورا ترى به جمالك في كل شيء يا حكيم علمنا الحكمة وارزقنا نورا بصائرنا يا نور يا رب العالمين نور حياتنا بنور مددك لعقولنا وبنور وصدك لقلوبنا يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين أدركنا بالحكمة واجعلنا من أهلها في كل وقت وحيد يا سادة بعد الفاصل نرجع ونقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة عشان نخصص لها وقت زي النهاردة كده ونجاوب عليها عشان نسعد وننعم بفضل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا في وصل وجعل موائد العلم مبسوطة لنا يا رب العالمين نجعلنا من أهل التوفيق ومن أهل السادات بتعالوا ناخد أول سؤال من أسئلة حضراتكم ونجيب عليه بيقول إذا كان أهل الزك مسببين أذى ومشاكل لنا بالظلم ومش نصرنا في حرمانية من أطعتهم السؤال بيقول لو كانوا أهل الزوج مؤذين وهم مش بينصرون لما يحصل لنا مشكلة يعني ما بيساعدوناش إيه اللي حصل هل أنا بقى من حق إن أنا أطعهم طبعا السؤال ده مدعوم بين أن أهل الزوج في الغالب الناس بتجاومهم على السؤال ده أن أهل الزوج مش من صلة الرحم بتقول لي لي حرمانية أطعتهم لأنها بتقول لي دي ليس صلة رحم دي ليش رحم وكأن الإنسان ما بيوصلش غير رحم هو بس ودوة حاجة مستحيحة أسباب وصل للناس كتيرة يعني مش أسباب صلة صلة الناس مش هي صلة الأرحم بس لكن صلة الأرحم جعلها الله سبحانه وتعالى في مكانة عالية لما خطبها وقال قل أليك فيك أنا أصل من وصلك وأنا أقطع من قطعك صحيح بس فيه أسباب للوصل يعني إيه الوصل أن تكون العلاقة نحافظ على العلاقة الوصل يعني إيه أنا أصل أما وصل عليك يعني الحفاظ على العلاقة ليه بيسموها إيه بيسموها في علم الإدارة كده حاجة اسمها صيانة العلاقات صيانة العلاقات يعني إيه ما سيبش العلاقة لا تصدي وانسيبش العلاقة تنقطع بطبيعتها او ان انا ما قطعش العلاقة عشان انا حاسس ان فاذا مش السبب الوحيد لصيامة العلاقات هو وجود سلط الرحم في اسباب كتيرة منها من هذه الاسباب اللي فيها سلط الرحم اللي بنحافظ فيها على السلطة والعلاقات حاجة مهمة جدا 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 قوله تعالى وعشرهن بالمعروف وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليه انه بالمعروف يعني ايه يعني اني الاحسان لأهل الزوج ده نوع من انواع حسن العشرة حسن عشرة مين الزوج لان ده اصوله ده لأهله ولذلك الاحسان لأهل الزوج جزء من الاحسان للزوج وزاك بقى عندنا قاعدة كده في الارشاد الزواجي اني اقرب طريق لقلب جوزك اهله يبقى انت لو احسنتي لأهله هذا الاحسان سيصل اليه حتى لو كان عنده بينهم مشاكل انت لو انك انت اصلحت بينهم هيشلك دي جميلة من بعدها جميلة يبقى اذا انت مش بتحسني الاهل زوجك لانهم سلط رحمك فاذا قلتلك انهم مش من سلط انهم مش رحمك هتقولي ايه خلاص بقى نقطعهم ما تكلم ده من الصح لان انت مطالبة ان انت توصليهم لسبب تاني اللي هو ايه حسن العشرة للزوج طيب بس طب ونعمل ايه بقى في في ابعاد الازى ده سهلة جدا جدا الابعاد الازى ده هنعمله الطريقة سهلة نعمله ازاي ان انا اتجنب الازى وإن اللي حاصل واستمر في الوصل لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس الوصل بالمكافئ ما كانش بس بيتكلم عن ايه عن الصلة الارحم بيتكلم على كل صلة هناك سبب شرعي ان انا حافظ عليها زي الصلة باهل الزوج في سبب شرعي ان انا حافظ عليها ايه سبب شرعي ده وعاشرهن بالمعروف العشرة بالمعروف العشرة بالمعروف جزء من العشرة بالمعروف هو القبول وجزء من قبول الانسان قبول التعامل مع اهل لاننا لو رفضت التعامل معه وينعكس عليه اننا بوصله رسالة باننا نرفض حضرتك يبا بتسأليني في حرمانية على قطعتهم ما فيش يعني من باب حسن العشرة ينبغي ألا تقطع هذه الصلة أبدا طيب وإذا كانوا بيأذوا أنا سأصبر على هذا الأذى وإيه اللي حصل وادفع هذا الأذى أصبر على هذا الأذى وفي نفس الوقت أدفع هذا الأذى أصبر على هذا الأذى إزاي بأننا في الحقيقة أتذكر أنه بأعمل الكلام بأوصلهم لله ونذلك ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله قال لي ده في الراحم أنا قلت لك المسألة دي قانون في كل علاقة الشرع طلب مني أن أنا حافظ عليها يعني مش في السرعة الأرحم بس ليس الواصل بالمكافئ في الصداقة ليس الواصل بالمكافئ في أهل الزوب ليس الواصل بالمكافئ مع أولاده ليس الواصل بالمكافئ في كل العلاقات يبقى أنا نصحت حضرتك ببساطة خالص أنك تستمر في التواصل معهم وعشان ندفع ده ويبقى في أقل القليل لكن أنا ما أطعهمش بل أستمر في إيه بل أستمر في المعاملة معهم والإحسان إليهم وده إن شاء الله تجي دي حلوة وفي قلبك أنك تتبور عليهم وتتواصل معهم لكن ما حد تشترب من حضرك أنك أنت تتواصل معهم زي ما توصلي مع أحبابك من حقك أن أنت تتواصل بطريقة تدفع عنك الأذى يبقى تفعي عن نفسك الأذى ولا تقاطعيهم نعم السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم أنا واخد قرد والحمد لله ماشي كويس والظروف بقت كويسة جدا في الشغل الحمد لله بس ناس كتيرة بتقول حرام وأنا بقول أنا واخد القرد عشان عشان الشغل مش عشان حاجة تانية ده كده حرام فعلا ولا إيه وكذاك الله خير طبعا أنا عايز بس أقول إن السؤال ده ما بيتكلمش على قرد ولكن بيتكلم على تمويل واحد كان عنده مشروع والمشروع ده محتاج لتمويل فرح أخذ المموال من البنك بضمان هذا المشروع وعمل دراسة جدوى فأخذ الأموال دي بضمانات وبدراسة جدوى وبشوية أشياء يبقى هو إيه اللي حصل يبقى البنك ده وتدخل باعتباره ممولا لهذا النشاط لهذا العمل يعني باعتباره ممولا يعني البنك كأنه دخل في شراكة مع صاحب مع حضرتك يعني دخل في شراكة الشريك بيحصل على ربح من شركتي نعم والبنك كذلك سيحصل على ربح من المال الذي أعطاه لك الذي هو في الحقيقة ليس مالا من قبيل القرد ولكن قبيل التمويل إنه مول هذا الأمر وكان من قبيل الشراكة وخلي بالك أن قلت من قبيل الشراكة وليس من قبيل الشركة الشركة ده عقد فقه له شروط لا ده من قبيل الشراكة زي شراكة المضاربين زي شراكة كل الناس اللي بيدخله في تعاون على الوصول إلى نتيجة دي كلها اسمها شراكات يبقى إذن المال الذي أخسته من قبيل التمويل وهذا عقد صحيح هذه معاملة صحيحة وليس فيها حرمة وما فيها الشبهة أنت أخدت الفلوس وحطيتها في المشروع اللي أنت قدمت دراسة جدوى لي وقدمت كمان لي كمان كل البيانات اللي تثبت أن أنت قادر على أنك أنت ترجع الفلوس الباجة وفي الأية أنت مش بترجع الفلوس قد ما أنت بتسدد حقوق من تعاون معك من أجل هذا العمل فبتعطيه ماله وعليه ربحه لأن الربح تم تحديده مسبقا فالمال اللي أنت أخذته من هذا ليس حراما وليس من قبيل اللبع ولكن ده من قبيل الايه؟ من قبيل عقد التمويل وأنا بقول كده لأن الناس كتير من فرقش من ده بقوله بدلا أنت أخدت فلوس من البنك يبقى أنت اقتردت من البنك واقتردت بفائدة يبقى أنت على طول كده مرابي أنت دخلت في الربح فالراجل يتخض بسوء ده مش حقيقي هو العقد ده عقد تمويل وليس قردا طب هو ليه ما قالوش كده ما قالوش ده عقد ده عقد تمويل خلاص هو أصلا لفظ القرد ترفع من القانون فبقى البنوك بتعمل في ثلاث حاجات بتعمل البنوك بشكل واضح في مسألة التمويل ومسألة التسايلات الاقتمانية ومسألة زيادة رؤوس الشركات وده معنى إيه؟ أن المال اللي أنت أخدته ده مش قرد المال اللي أنت أخذته إيه؟ ده نوع من أنواع التمويل ولذلك هذا المال حلال ولا تستمع لأي حد يحاول أن يشككك ويحاول أن يجعلك تتوسوس فيه هذا المال الذي أخذته المال اللي أنت أخذته من أول لحظة ده كان مالا حلالا وكذلك المال اللي أنت أنفقته في أولادك كان حلالا فما تتوسوس خالص 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 أنت فعلت الحلال وهذا ليس من قبيل كل قرد جرى نفعا ولكن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل التمويل فالريع أن أنت بتحصله من المال ده في مشروعك وكمان الفلوس اللي بتدفعها عن البنك في مقابلة تمويله لمشروعك الاتنين حلال وليس فيهم حرمة فلذلك لابد أن أنت تكون فاهم ده بشكل واضح لأن الحقيقة لو أنت مش فاهم ده بشكل واضح ممكن يؤدي ده بيك لأن أنت تفضل في دائرة الوسواس وسواس 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 ولما تعيش بقى في دائرة الوسواس اللي حصل تفقد نعمة ربنا وتحس بأنك أنت مش قدر تعيش وأن الحياة دي صعبة وأن ربنا بيعمل فيك كده ليه وتحتخل في دوامة ملهاش أول من آخر أنا مش بقول أن دوت هو سبب تعليل الحكم ولكن السبب في الحقيقة أن ما فيش قرد واحد بيدي فلوس لقرد وهو قصد أنه هو يعمل إيه؟ يربح ولا المقترد واخد المال وقاصد أنه يربح البنك زي ما البنك بيربحه يبقى إذن العقد ذات لا يمكن يكون عقد قرد وعقد قرد ده من عقود التبرعات لكن العقد ذات من عقود المعاوضات ولذلك ده اسمه تمويل والتمويل ده جائز والتمويل ده كمان من يعتمد عليه فيه كسب يكونه كسبه حلالا فلازم نكون واضحين ده فالمال اللي أنت أخذته وذا وسعت بيه مشروعك حلال وليس فيه شبه يا سادة نهاردة تكلمنا عن جليس شوية ممكن يكون جديد على الناس لكن هو مهم جدا إيه بقى الجليس ده؟ هو جليس هشاشة اللا منطق يعني اللا منطق نوع من أنواع الهشاشة وسبب من أسباب الهشاشة فلابد أن احنا نتجنب كل ده ولابد أن نتماسك ولابد أن نتخلص من كل سبب يمكن أن يقود حياتنا ومجتمعنا وعلينا أن احنا نعيش ونقوم الفئتين دولة فئة أصحاب المنطق اللا منطق اللا ديني ولا منطق الكمي لاتنين دولة مش منطقيين طب نعمل إيه؟ لازم إحنا نمارس المنطق ونعيش المنطق ونعلم أولادنا المنطق وكمان نترك أي نوع من أنواع الشبه ونضع معايير في كل تصرفات حياتنا حتى أن المعايير دي تفيدنا على أن احنا نخرج من حالة العباثية وحالة اللا منطق يا رب العالمين أكرمنا ونور قلوبنا واصل قلوبنا نور أبصائرنا واصل قلوبنا لدرجة مالك في كل وقت وحين ولا تحرمنا يا ربنا بابا من أبواب فضلك وكرمك وبابا من أبواب الفتح يا رب العالمين واجعلنا يا ربنا في أمنك وفي ضمانك فلا تسئلنا تلك الأفكار التي تهدم حياتنا ومستقبلنا بل اجعلنا يا ربنا من أهل الإحسان والامتنان وحصن قلوبنا من كل سواد ومن كل خطأ ومن كل كراهية يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين